استقبل محافظ المهرى محمد علي ياسر بديوان المجمع الحكومي بالمحافظة بمدينة الغيظة جموع المهنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبادل المحافظ مع جموع المهنيين التهاني والتبركات بهذه المناسبة الدينية العظيمة والأحاديث الودية وسط أجواء من الفرحة والبهجة سائلنا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب اليمني بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال ونقل المحافظ بن ياسر للجميع تهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بهذه المناسبة داعيا إلى وضع مصلحة المحافظة فوق كل الاعتبارات ودعم الجهود التي تبذلها السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين واستقرارها ثم عبر جموع المهنيين للمحافظ عن تهانيهم وتبركاتهم بهذه المناسبة السعيدة مؤكدين وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية لتحقيق المزيد من الإنجازات اشتركوا في القناة